اهلا بكم في منهج جديد مرة ثانية في الدرس الاول من هذا المنهج بربنديكولر باي سيكتر اي العامود المنصف في المثلثات اذا كان لدينا عامود منصف مثل المستقيم دي سي عامود على القاعدة اي بي وينصفها اي ان اي دي تساوي دي سي فاذا ضلع المثلث متطابقان اي سي يطابق سي بي وطبعا هذه النظرية هي العكس الصحيح اذا كان اي سي يطابق سي بي اي انه مثلث متساوي السيقان فاذا يوجد لدينا عامود منصف سي دي بحيث يكون قائم على اي بي اي زاوية قائمة وينصف الضلع في هذا المثلث لدينا ار اس ينصف لان كيو اس يساوي استي ولدينا زاوية قائمة فهذا عامود منصف فالضلعاء متساويان كيو ار يجب ان تساوي ار تي كيو ار هي اثنان اكس زاوية ثلاث ار تي هي اربعة اكس ناقص سبعة معادلة بسيطة حلها اربعة اكس ناقص اثنان اكس هي اثنان اكس ثلاثة زاوية سبعة عشرة بعد القسم على اثنان اكس يساوي خمسة هو يريد مني ار تي اي اربعة ضرب الخمسة هي الاكس ناقص سبعة يساوي 13 هنا نلاحظ اكس دابل يساوي اكس زد متطابقان فاذا كان متطابقان فالضلع الذي في الاسفل سيكون منصف فالجزء الاول ثلاث والجزء الثاني ايضا ثلاث بكل اختصار لان ايضا اكس واي عامود فهذا عامود منصف وفكرة ثانية في الدرس نقطة التقاء الاعمدة المنصفة للمثلث الثلاثة تكون هي مركز الدائرة الخارجية للمثلث هذا الشكل افرضه لاني سأطبق بعض حل الامثلة هذه الدائرة لاحظ او هذا مثلث عفوا ولدينا اعمدة منصفة نقطة التقاءهم تكون هذه الدائرة السوداء انا قمت برسمها اذا كان لدينا دائرة فهذه الاضلع باللون الاحمر متطابقة لانها انصاف اقطار الدائرة فهو يريد مني ايجاد القطعة المستقيمة SV هذه SR هي ايضا 4.25 لانها تساوي SP وانا اعلم في الاسفل عامود منصف لدينا عامود منصف ف7.79 قسمة 2 هي 3.9 تقريبا اصبح لدينا المثلث قائم هذا المثلث قائم هو SVR نطبق قاعدة في ثغاث لاجاد الظلع SV الوتر وهو 4.25 لدينا ضلع تقريبا 3.9 لاجاد SV باستخدام في ثغاث 4.25 اس اثنان ناقص 3.9 اس اثنان يساوي تقريبا ايضا واحد وسبعة اجزاء مثال بسيط لاحظوا هذا عامود منصف FK لانه زاوي قائمة و GK يساوي KM هو اشار لي انهم متطابقان فهذا الظلع يساوي 2.8 وهنا ايضا عامود منصف هو ارسم لي زاوي قائمة واعطاني اطوال اضلاع خمسة خمسة فاذا هو منصف عامود فXW يساوي XZ او XY عفوا ويساوي 7.5 BF بي اف الظلع السرير هذه الاضلاع متطابقة فالمستقيم في الوسط هو منصف AB يساوي BF 4.2 وايضا 4.2 KL ايضا سيكون 4.2 لان لدينا عامود منصف الزاوي قائمة هي عامود او بربنديكولر وهذه الاشارات باللون الاحمر الصغيرة ان RM تساوي ML اي ان المستقيم نصف القطع المستقيمة في المثلث TB ايضا 7 لاحظوا هي كلها مثلثات متساوية الساقين KL MK نصف المستقيم الذي طوله 12 فيساوي 6.12 تقسيم 2 هنا نتحدث عن الدوائر الخارجية هذه كلها عامدة منصفة فنقطة الالتقاء لها هي مركز الدائرة الخارجية للمثلث هذه الاضلاع باللون الاحمر هي نقطة الالتقاء الدائرة الخارجية فمعنى هذا المستقيم طوله 11.1 هو يريد مني ايجاد PR في هذا المثلث البي ار مجهولة البي دي 11.1 دي ار هي 5.2 فبنفس طريقة المثال السابق باستخدام في ثورس هذا المثلث قائم الزاوية باللون الاصفر بي ار هو ليس الوتر في المثلث هو الضلع لان الوتر هو بي دي ف11.1 أس اثنان ناقص 5.2 أس اثنان وانتهى السؤال تقريب لأقرب منزل عشرية سأقوم بالحلب الحاسبة لإيجاد العدد 9.8 أجزاء هنا بنفس الطريقة لاحظوا هذه الخطوط الحمراء هي أنصاف الأقطار لهذه الدائرة الخارجية طبعا في المثال الذي أمامي يريد مني FL أيضا مثلث قائم الزاوية طول الوتر في المثلث القائم الزاوية وهو نصف قطرة دائرة FH هو 5.6 أجزاء بالمئة لان EH يساوي FH وأعطاني الضلع LH هو 2.74 جزء بالمئة ف5.6 أجزاء بالمئة ناقص 2.74 جزء بالمئة أس اثنان طبعا تحت الجذر بالتقريب وسأستخدمها لحاسبة أيضا يساوي تقريبا 4.25 جزء بالمئة هذه الأسئلة سأتركها لنهاية الدرس هنا مرة ثانية عمود منصف فهذه الأنصاف متساوية 5X ناقص 6 تساوي 3X زائد 8 لأن المستقيم BD هذا الشرع الذي في الوسط يعطيني جزءا متساوية ف5X ناقص 3X لأن 3X كانت موجبة فطرحناها في اليسار وهذه السالب 6 تصبح 8 زائد 6 بعد القسم على 2X يساوي 7 السؤال الثالث بنفس الطريقة تماما 2X زائد 24 يساوي 5X ناقص 30 5X ناقص 2X هي 3X 24 زائد 30 54 اقسم على 3X يساوي 18 لاحظوا هذه الأمثلة هل تستطيع أن تحدد إذا كان هذا العمود منصف أم لا لدينا في هذا المثلث سؤال الثلاثة عشر فقط أن الضرعان في الأسفل متساوية فهو منصف لكن هل هو عمود؟ لا أستطيع الإثبات المعلومات ليست كافية لو كانت قيمة X تساوي 7 فإذا هذه الأضلام متطابقة ومنه سنتكر أن هذا مثلث متساوية ساقين وهذا العمود سيكون أو هذا الخط المستقيم بما أنه منصف هو عمود لكن هذه المعلومات لا تستطيع من خلالها تحديد قيمة X لأن هذا العمود ليس عمود منصف وليس هو أصلا قائم والمثال الآخر بنفس الطريقة نعود لهذا المثال هنا يريد مني إيجاد نقطة إحداثية لنقطة التقاء الأعمدة المنصفة سنستخدم المعادلة Y تساوي MXZB معادلة الخط المستقيم لماذا؟ لأن هذا الضلع أو هذا الضلع في المثلث 1.5 و7.5 سنرسم عليه عمود أي عمود بزاوية قائمة ميل هذا المستقيم الذي أمامه هو صفر صفر يعني أفقي فالعمود الذي سيكون على الخط الأفقي هو العمود الرأسي والعمود الرأسي طبعا الميل له غير معرف نتدفاين فلذلك معادلة العمود فقط ستكون X تساوي قيمة عددية طبعا هو منصف فيجب أن يكون في الوسط بين الواحد والسبعة لأنني أتحدث عن X عمود رأسي أو خط رأسي X يساوي إذا كان خط أفقي Y يساوي فهنا X يساوي نقطة المنتصف بين الواحد والسبعة هي الأربعة تبعد عن الواحد ثلاثة وحدات وتبعد عن السبعة أيضا ثلاثة وحدات في الوسط فX يساوي أربعة سنقوم بإيجاد أي عمود منصف آخر فقط سيكفينا اثنان الثالث التأكد لكننا نقوم بإيجاده لكن هنا سيكون له ميل مختلف ليس أفقي أو رأسي ميل له قيمة عددية ميل المستقيم بين سبعة وخمسة وثمانية وصفر باستخدام معادلة الميل Y ناقص Y على X ناقص X يساوي السالب خمسة فالميل القائم نقوم بعكس الإشارة السالب تصبح موجب ونعكس أو نقوم بقلب الخمسة الخمسة هي خمسة على واحد فتصبح موجب واحد على خمسة فميل العمود القائم هو واحد على خمسة طبعا هذه من دروس الصفاء الثامن الميل واحد على خمسة نقوم بإيجاد هذه النقطة في المنتصف لأنه أيضا منصف ولأنها في وسط هذا المستقيم أو هذا الضلع في المثلث نجمع X زائد X أي سبعة وثمانية على اثنان ونجمع Y مع Y على اثنان فالنقطة التي في المنتصف ويمر من خلالها هذا العامود القائم تكون Y 2.5 والX 7.5 لكن ليست لدي معادلة المستقيم بشكل كامل أنا أوجدت نقطة من خلال هذا المستقيم نقطة من أحد نقاط المستقيم سأقوم بتعويض هذه النقطة في المعادلة المستقيم Y يساوي MX زائد B ال Y هي 2.5 ال M الميل موجب واحدة على خمسة ال X 7.5 لهذه النقطة التي أوجدناها وال B مجهولة نحل هذه المعادلة واحد على خمسة بي 7.5 هي 1.5 اطرح فال B تساوي 1 فمعادلة المنصف القائم لهذا المثلث أو لهذا الضلع Y تساوي 1 على خمسة X زائد واحد لإيجاد معادلات المعادلات الخطية للمستقيم قم بمراجعة الدروس السابقة في الثامن أو في الصفة التاسية كلها موجودة في هذا الدرس أصبح لدينا معادلة مستقيمين X يساوي 4 و Y يساوي 5 X زائد واحد نقوم بحل هذا النظام نعوض X في المعادلة الثانية ف Y تساوي 1 على 5 في 4 زائد واحد ال Y هي 1.8 فنقطة التقاؤهم هي 4 و 1.8 نقوم بمحاولة مرة ثانية هذه ثلاثة نقاط لمثلث طبعا هنا أسهل لأن الأضلع في المثلث تكون أفقية ورأسية النقطة الأولى 0-0 النقطة الثانية 0-6 النقطة الثالثة 10-0 هذا المثلث قائم سنقوم بإيجاد عمودين منصفات في المثلث لاحظ الضلع AB من دون أن نثبت هو ضلع أو خط رأسي الميل له ليس معرف فمعادلة الميل المستقيم المنصف له Y تساوي قيمة عددية مباشرة لأنه سيكون خط أفقي AB هو رأسي فالعمود سيكون أفقي النقطة في المنتصف بين A والB أي بين 0 وال6 هي 3 فهو يساوي 3 من دون حل معادلات على عكس السؤال السابق الميل المنصف لA وC أو العفوة العمود المنصف لA وC سيكون بين A وC بين 0 وال10 أي X يساوي 5 فالنقطة هي 5-3 اشتركوا في القناة